الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اليوم دار أعلق تعليق بسيط إن شاء الله عن الموضوع بتاع بلاغ فتحه في الشيخ مزميل الصوفية ونشرته واحدة من الصحف دارين يبدو تاني حرب في الحقيقة هي حرب إعلامية وقالوا إنه الشيخ مزميل يعني أساءل لهم أساءل التصوف وعملوا لجنة مي فيها محامين للدفاع عن الصوفية فأول حاجة سؤال موجه للصوفية قلتوا مشكلتكم شنو مع مزميل لحد ما ماشيين فاتحين في وبلاغ يعني مالوا عمل لكم شنو بالظبط يقول لك نحن زول أساءنا أساءكم في شنو يعني يعني أساءكم في أشخاصكم نبسكم ولا يتكلم عن العقايد بتاعتكم فكيف تتقول مزمي الأساء سمعتي وهو ما اللي عمل كله إنه طلع الكلام اللي انت قلت في الكتب والمصادر بتاعتك والفيديوهات اللي انت نشرتها براك والكتب اللي ألفتها براك هو ما عمل حاجة غير إنه عكس الكلام ده للواقع وللمجتمع ووضح حقيقتك للناس دي ما بتسمية إشانة سمعة إنما دي بتسمية توضيح لسمعتي دي سمعتك الصن كده انت تشينوا لك شنو أصن لما انت يتقول لدول أشان سمعتي معناية سمعتك سمحة وجقل عنا كلام ما واقعي فنحن دارينكم يا صوفية والحاجة ورون الكلام اللي ما واقعي عنكم ومزمل جابوا ونشروا للعامة وكلام في حقكم هو كذب ما حقيقي في حقكم كذب ما حقيقي قالوا مزمل أو أي واحد من الدعاة الشغالين في الساحة وانتوا زعلانين عشان الكلام ده ما واقعي وين بعدين انتوا الآن بتتكلموا انه عندكم أولياء صالحين وأقطاب الأرض في القبل الأربعة عندكم أقطاب ماسكين الأرض من الجهات الأربعة وانه انتم متملكين الكون الكون وعلاه أسفله في طي قبضتنا زي ما بقولوا الختمية وزي ما بقولوا القادرية قال زراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي وزي ما قال بتاع البرهانية قال تطاوعني الأملاك كل الأكوان تطاوعني الأملاك بالجود والقراء الملائكة بالطاوع بالجود والقراء وكل ذوات الكاف يعني أي شيء مخلوق من كن دي الأكوان كله وكل ذوات الكاف قال ترهبوا صولتي إذا أنتم بيدكم يعني كل ذوات الكاف في يدكم بتحت سيطرتكم وشيخكم بيودي يده فوق السماء أو من على السماء ويجيبها بتحت الأرض والكون كله في قبضتكم انتم بتفتحوا بلاغ ليه ما ممكن انت واحد بتعتقد إنه الكون في قبضة يدك وبتمشي بتفتح بلاغ في النيابة ليه يعني تبيدوا على التناغذك وإنت بتقول في عقائد والعقائد دي في قرارة نفسك إنت كصوفي مؤمن في قرارة نفسك إنه ده كله باطل وكل ما له حقيقة وإذا الأولياء بتصرفوا في الكون ويفعلوا ما يريدون في الكون دون الله سبحانه وتعالى إذا كان الكلام ده حقيقة فإنت ولو مؤمن بيو إنت خليه من نحن ولا العالم لو إنت مؤمن بالكلام ده إنه حقيقة فما في داعي أصلا تفتح بلاغ ولا تمشي نيابة ولا تجيب عساكر ولا أي شي يتصرف في مزمل يا أخي أنفخوا أكتلوا منا الصباح قم أكتلوا بس أوف نفخة من أقرب صوفي يعني الشبكة بتاعته واصلة في المحل بتاع مزمل أنفخوا يا أخي لكن شأن تعرف إنه إنت أول زول كصوفي ما مقتنع بالعقيدة اللي إنت بتنشر وإنت كذب في عقيدتك دي يا أخي ربنا سبحانه وتعالى يقول قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون الكلام للمشركين ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم حيجيبوا يقولوا شنو دا المشركين الأوائل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتغون قل من بيده ملكوت السماء قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله دا المشركين الأوائل يا أخي ناس أبو لهب ناس أبو جهل يا أخي ما بتخجل ياصوف يكون دا أعرف بالله منك يكون أعرف بالله منك داك بيقولوا لله قل من نزل من السماء ماء فأحيابه الأرض من بعد موتها سيقولون الله هذا المشركين الأوائل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون يا أخي ما بتخجل يا صوفي يكون المشرك الأول اللي حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم واللي استباح دماؤهم وأموالهم وغيرها يكون أعرف بالله منك ما بتخجل يا أخي ما بتستحي وبعد تدعي إنه ماشي تفتح بلاخ في النيابة يا أخي الله يعيب عليك يا أخي أنا والله لو كنت صوفي والعياذ بالله والعياذ بالله لو كنت صوفي ما كان بقتنع به كلام كنت تقوله ده يا إنت تغنعني إنه شيوخك ديل ناس ماسكين الكون بالجد وناس مصرفين في الكون بالجد والأرض كله هما ماسكينها صح وأنا أبقى معاك صوفي في عقيدتك وتنفخ ليه مزمن ده من الصباح تريحني منه ويا إما إنت غالبك وبتمشي للنيابة وبتفتح بلاغ أه ومزمن ده عمل لك مشكلة يا إذا بقى كده أنا طوالي برفع يد منك لأنه أنت ما عندك حاجة ما عندكم حاجة يا أخوان ستة وأربعين ألف قبة في البلد دي ما قادرين على مزمن ده يا أخي ما تستحوا تخجلوا يا أخي بعدين من اتجاه تاني دي كده إحنا اقتنعنا بالأدلة العلمية والعقلية وبالقرآن إنه ما عندكم ملكوت وما عندكم أي سيطرة في هذا الكون الكون لله زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال آه قال قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إلى آخر الآية المهم دي اقتنعنا باقي من أتنين أنت يا أخي مشكلتكم مع المزمل دي ما مشكلة بتاعت قانون لأنه ما ضربكم شيك ولا قلع منكم أرض ولا يعني تعدى عليكم تعدى جنائي عشان أنت تمشي وتقول لي نحسم الأمر أمام القاضي المشكلة بينكم بين المزمل مشكلة تتعلق بالدين يعني آية وحديث إذن مفترض يكون الحوار الحوار العلمي هو الفيصل بدل يوم يا أخي عمل اللي أنا يزعاج فاتحين بلاغ وجارين وجائين تعالوا جيبوا كتبكم ناقشوا جيبتوا حامد بابكر فشل في المناظرة وتكشف حميدة بتاع الحاج يوسف تكشف في المناظرة وموضوع تفضح انتهى أمره مشيته ما لقيته إلا أحمد داود داك بتاع الجلقني ولا بتاع السوكي قلتوا دا العالم والدكتور انتهى في المناظرة وتكسر الحمد لله انتهى ما عندكم أي زول بيقدر يناقش نقاش علمي دا الحوار بيننا وبينكم ببساطة شديدة جيبوا كتبكم جيبوا المراجع المتفق عليها بين الأمة كتب الأهمة الأربعة كتب المالكية بتاعت العقيدة الشافعية الأحناف الحنابلة مراجع الأمة المتفق عليها البخاري مسلم كتب السنن المسانيد المعاجم المستدركات جيبوا خطوها نتناقش بالعلم انتوا جيبوا أطرحوا عقيدتكم مش عقيدتكم ان الشيخ بالحق وبالدجنة وبينفع حي ميت وبعمل أي حاجة قدموا أدلة على ما تقولون ربنا قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ربنا قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون جيبوا العلم وين العلم ما عندكم علم شغالين بلاغات أشان سمعتك وين سمعتك وريني سمعتك شنو أنت أصلا تقول أشان سمعتك طيب خليك من ده كله أنا الآن ده رديك مقاطع بسيطة جدا من كذبك انت أدين على إجابات مقني على الإنسان المسلم العادي في السودان وبر السودان أدين إجابات على الكلام ده خلي ده قولي يا شانو سمعتك ديها سمعتك ده كتاب بتاع أزاهير الرياض كتاب أزاهير الرياض بتاع السمانية أدك منه كلمتين بسيطات جدا نشوف إجاباتك علين شنو بقول في الصفحة 135 قال من كلامه ده ده فصل كده قال في بيان ما أكرمه الله به من فسحة أجل من حضرته الوفاة طيب قال آه طيب قال مريضت مرضا أشرفت فيه على الهلاك ده اسمه اسمه الشيخ إبراهيم الشيخ الحسين آه ابن الفقيه إبراهيم الخليل ابن الفقيه محمد الأغبش قال ما يطنو مرضا أشرفت فيه على الهلاك إلى أن يأس كل الناس من حياتي فجاءتني ملائكة القبض لقبض روحي قلت قلت مزمين شان سمعتك ديها سمعتك تعال قدم لنا بس مبرر للكلام ده شرعي دليل من الكتاب والسنة وكلام تغنع به الشعب السوداني ده وتغنع به العالم الإسلامي قال الملائكة جاتك بضروحه قال فرأيته سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه وهو قريب وهو قريب منهم يقول لهم أما قلت لكم تخيل معاي أحمد الطيب بتكلم مع الملائكة بتكلم مع الملائكة أول حاجة هو شافهم كيف أنت قلت أشان سمعتك صح يا هادي سمعتك بالله هادي سمعتك ما بتخجل عليك الله ده كتاب تنشره في السوق كمان قال قال لهم أما قلت لكم لا تغبضوا روحه بيديهم تعليمات يا أخواننا ديل لو عساكر بتاعنا الشرطة فتحت فعل بلاغ دي بتقدر تقول لهم كلام زي ده عساكر بس جاك عسكري بيطربوش قال لك انت مطلوب عندنا بتقدر تقول للعسكري أنا ما قلت لك ما تجي هنا تاني يا زل ده عسكري يا بتقدر تقول له كده فشوف بالله يا زل ده قال قال لهم أما قلت لكم تعليمات للملائكة لا تغبضوا روحه قال فرجه عند ذلك فإن قال قائل هؤلاء ملائكة لا يقومون شنو لا يقدمون على أحد إلا بإذن من الله تعالى فالجواب ده رديك جواب على الكلام ده قال قال أن الأمر والشأن كذلك ولكن قد يحصل النسخ خرقا للعادة إكراما من الله تعالى لوليه وهذا فيما تعلق به خاطره في فسحة أجل المذكور يعني زي ما جي حكى القصة بعدها طوالي قال قال الشيخ قال له إن الأمر غد نسخ الموضوع ده يتنسخ شوف ديل عاملين فالكم في يد دون وبعد ده إنت بترجع الملائكة وغالبك متزمل الملائكة جاية تقبض لها وروح زول ها إنت الشيخ بتاعك قال بقول له نرجعوا أنا قلت لكم ما تقبضوا روحوا وطيب غالبك إنت متزمل تصرف معه يقعب عليكم والله الكلام دعيب عليكم ده كتاب اسمه قلائد الزهب قلائد الزهب ونتاج القرب الكتاب ده الإصدار بتاعه 2011 المقرز بتاعه واحد اسم عثمان البشير الكباشي كان وزير التوجيه والأوقاف زمن الكيزان ده كان الوزير بتاعهم بيجيبوه في التلفزيون في مناظرات كده مرات مع جماعة كده ده رديك منه حتة واحدة صفحة ثلاثة وتمانين قال من كلامه رضي الله عنه ده واحد من أسيادهم ده ده اسمه منه الشيخ إبراهيم الدسوغي ده من كلام إبراهيم الدسوغي بلا يشوف الكلام ده كيف قال أنا موسى عليه السلام في مناجاته هو موسى هو اسمه الدسوغي هذا بجاي إبراهيم الدسوغي كويس إبراهيم الدسوغي قال شنو قال أنا موسى عليه السلام في مناجاته إتما موسى لكن إتما إبراهيم الدسوغي إتما موسى قال أنا علي رضي الله عنه في حملاته أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي ألبسوا منهم من شئت أنا في السماء شاهدت ربي خد بالك في السماء قال شاهدت ربي طبعا دي كذبة هو ما طلع السماء ولا يمكن يطلع أصلا لأنه ده مقام ما وصله إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام لما ارتغى معاه في قصة المعراج يقرأ الصوفي تجد بحجي فيه ويبكي مع الجماعة المعاه إن جبريل وصل مرتقى معين فتوقف جبريل عليه السلام وده سيد الملائكة توقف وعرج النبي عليه الصلاة والسلام ده مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصوفي قال إلى الأدب ده قال طلع فوق وده طبعا سأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ده مقام ما حقك إتكى صوفي تقول لين طالع فوق هناك وإتكى الضاب ما بتطلع فقال أنا شاهدت ربي وعلى الكرسي خاطبته خاطب ربنا في خطاب مباشر خليت بالك ونحن أسا لو قلنا في العقيدة بتاعت الإسلام المتفق علي بين المسلمين إنه الرحمن على العرش استوى إنه ربنا في السماء طوال إنه الطلق صوفي يقول لك لا لا تقول في السماء وهذا لا ينبغي والسادة الأشاعرة بيقولوا يا زولة شاعر بتعين شنو ياخ ده أزولة ده قل طلع فوق وشاهدت ربه وخاطبت ربنا وإنت ما عندك اعتراض على الكلام ده لأنه ده سيدك أنت بتخاف منه ونحن ما خايفين منه لا من ده ولا من إتة ولا من سيدك ولا من كلامك الفارغ ده كله طيب قال أنا بيدي أبواب النار غلقتها وبيدي جنة الفردوس فتحتها من زارني أسكنت جنة الفردوس تزور ده تخش جنة الفردوس أعلى الجنان هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن جنة الفردوس تخش بزيارة صوفي ده إذا كان بيده الأمور ده كلها بعد ده يتوا مخوفكم شيخ مزميل الله يعافيت منه جزاو الله خير ده هاريشكم بكل الأوسمة بتاعتكم والأنواط الفارغة دي ده أوسمة وأنواط فارغة شريط بتاع وكيلة عريفة خير منها كلها كل الخضب القاعد في الكتب ده والآن الواقع أثبت كذبكم يا صوفية الدك آخر نموذج وده مرتبط بأحداث الليلة وانا دارك تعقله معاي كويس عشان ما تدغشين انت أنا والله يخي طابي ده كله للصوفية أما العامة من المسلمين الحمد لله عرفوا حقيقتكم وحيزدادوا يقين لمن تفتحوا البلاغ كل ما تفتحوا بلاغ الناس العامة حتزداد يقين انو انتو فشلة عقديا فشلة وعلميا فشلة عقيدتكم باطلة لأنو ما قدرتوا تثبيتوها بالأدلة العملية وحجتكم داحضة باطلة ليه لأنو ما قدرتوا تثبيتو حجتكم علميا وانتو ناس فشلة لكن اه انا دائركم اتزادكم شغلوا عقلكم ولو مرة يا صوفي شغل عقلك ولو مرة واحدة بس وافهم الكلام ده كويس ده كتاب لك سلام مني بتاع سيدك البراي الصفحة واحد واربعين بتكلم فيها عن كرامة لواحد منهم قال جاء في الأزاهير يهو الكتاب الرفعين قبل شوي ده اه ان رجال الدولة الفنجية مع ما عندهم من الاشواق العظيمة الى ملاقات سيدي الشيخ قدر الله تعالى ان اخاهم كتو اسمه كتو ولا كتو المهم حاجة كده كاتب البراي اه ولد محمد اصابه داء الفالج فعالجوه عند الاطباء والفقرة المشهورين الذين ببلادهم فاعي الجميع دواؤه او دواءه فلما عجزوا خطر ببالهم انهم لو التجأوا الى الله تعالى بسيدي الشيخ احمد الطيب يعني يلجأوا لالله باحمد الطيب دا اسمه التوسل اه بالشيخ توسل بالصالحين هم بقولوا كده وطبعا دا نوع من البدع المنكرة بتاعتهم ما في توسل بأحد تتوسل يا ربنا بعملك الصالح بالاسماء الحسنى والصفات زول يدعو لك ربنا دا كله ماشي مظبوط ما في مشكلة لكن تقول بيجاه فلان دا ما بجوز طيب تعال شوفهم ما عملوا شنو قالوا واستندوا واستندوا اليه قالوا واستندوا اليه لشوفي يا اخوهم من هذا الداء فلما وصل للشيخ الى المحل المعد له امرهم باحضار اخيهم كتو اليه فاحضروا بين يديه فنظر اليه نظرة خد بالك نظر اليه نظرة واحدة فزال ما به في الحال دا صفحة واحد واربعين كتاب لك سلام مني يعني الخلاصة كتو ولد محمد دا كان عيان مشل الأطباء شان يعالجوه ما نجح ودول الفقر بتاعنا الصوفية الصغار صغار ديل ما نجح لحد ما ودول الجاكوم الكبير احمد الطيب البشير قال فنظر اليه نظرة بس كده نظرة واحدة عاي الليو قال فشوفي طيب الآن العالم دا كله خليك من كتو كتو داك ما بيكون مات الساداتو كتو موضوع انتهى العالم العالم كله يا صوفية كالضابين العالم كله بيعاني من مرض بتاع الكورونا بيمسك الناس فيه سدروب وكتل آلاف يا ناس سيدتو يا صوفية بدل تحرسلين الجخانين القاعدين فيها دي وماسكن لكم سبح وسخ وقاعد لكم في محطات زاتة الضب مبخشا بدل تقعدوا هنا يا اخي رسلوا طلاتة ليطاليا يعاينوا في الناس دي ما في النهاية دي رحمة اتو كان عندكم علاي زي دام شو سووا لديا لك سووا ليا بلاد المسلمين اللي فيها الكورونا بلدنا دي هنا عندنا لكم حالة بتاعت كورونا الآن بدل يودهم لاجهزة التنفس تعالوا عاينوا فيهم عينكونا البدعالي دي تعالوا عاينوا في ديل وامشوا عاينوا في الصينيين ديل ها شو عاينوا فيهم برضه وعالجهم يا اخي دا ماكي ضب السعالة كالله يا صوفي خليك من بلاغ اتو تفتحه كده اتو دا مختنع بانو كلام دا ممكن يكون صح تجي داخل ذو العياني عاين فيه كده يبقى كويس كيف يعني كيف يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم اكان بيدعو والنبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه بركة 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 خاصة بوافق انت اكان بيفعل اسباب لنيل هذه البركة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بسغ في عينيه ودعا له فبرئة كأن لم يكن به وجع فيا اخي لا بد تكون في اسباب انت بتعمل في دعاء لكن تقول لي عاين فيه قام بيقى كويس يا صوفية عليك الله بطل الدروشة بطل الكلاما ما بتقبل عقليا ولا بتقبل علميا وما تعملوني ازعاج الناس اللي يمتزونها ما فاضي يا اخي يا اخي الناس فيه علاج الامراض والناس فيه حظر بتاع تجوال والبلد فيه اوضاع سيئة جدا يا اخي ما تعملوني كل يوم غلبة فاتحين بلاغ الان المحاكم القضايا الحساسة اللي بتهم حياة الناس وبيتهم اعراضهم والطلاق القضايا الحساسة الان المحكمة ما فاضي يا لازاته ناس مشغولة والوباء لما في البلد فيا اخي عليك الله ابقوا عاقلين عندكم اي حوار معانا نحنا ما بتتحل مننا الا بالنقاش العلمي والله تفتح بلاغ نزيدك زيادة فتحت بلاغ نحنا فتحنا الكتب كنت بدا سنة ليزا مما مركته لكن طلعناها لانه انت براك فتحت لنا موضوع ها ونحنا الان شغالين في قضايا تانية ما فاضي لك على اي حال نلتغي ان شاء الله في لايفاتنا وفي محاضراتنا الاخرى والسلام عليكم